يتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان يوما بعد يوم ليتجاوز على ما يبدو الهدف المعلن المتمثل بإعادة الأمن والأمان لمستوطنات الشمال الإسرائيلي فبعد أن استهدفت إسرائيل قادة حزب الله في لبنان بدأ القادة العسكريون في تل أبيب يتحدثون عن أهداف أكثر طموحا وهو ما ترجمته الغارات الإسرائيلية التي استهدفت فروع القرد الحسن التابع للحزب وستري جيرنل نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن حربهم باتت تهدف لتقويض دعم حزب الله وهو ما ترجمت دعوات الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو لللبنانيين بالانتفاض ضد الحزب وفي حين أن مسؤولا عسكريا إسرائيليا اعترف للصحيفة أن القتال في لبنان أمر معقد للغاية إلا أنه أكد أن الضربات الإسرائيلية تهدف لشل الحزب وإضعاف قدرات الصاروخية ورغم ذلك ذكرت الصحيفة نقلا عن محللين عسكريين أن الحزب لا يزال قادرا على استيراد المزيد من الأسلحة لاستبدال ما تم تدميره بشكل رئيسي عبر حدوده مع سوريا كما لفتت الصحيفة إلى أن حزب الله استطاع توسيع هجماته داخل العمق الإسرائيلي إذ باتت صواريخه تهدد مدن إسرائيلية دون أن تقتصر على مستوطنات الشمال لكن الصحيفة ترى أن الاختبار الحقيقي تمثل حال قررت تل أبيب إرسال قواتها إلى عمق الأراضي اللبنانية وهو ما يعطي مقاتلي حزب الله ميزة بحسب رأي الصحيفة حتى الآن دخلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن ثمان قرى لبنانية جميعها تقع على بعد ميل واحد من الحدود وفقا لتصريحات إسرائيل بينما يقول حزب الله أن نهجه يتمثل بالتراجع بداية قبل زيادة الهجمات على الجنود الإسرائيليين وهو ما يشبه استراتيجيته في حربه مع إسرائيل عام 2006 ترجمة نانسي قنقر